اشتركوا في القناة وهو شخص يعمل في ميدان التجارة ايضا حيث كانت هذه البراميل ممهورة بخاتم مكون من حرفين هما يؤس كرمز للحكومة الامريكية الناشئة ولكن عندما سئل احد الجنود عن معنى هذين الحرفين اجاب على سبيل الدعابة بانهما يدلان على العمسام الذي قام بارسالها وعندها التبس المفهومان ببعضهما البعض واصبح العمسام تعبيرا يستعمل كبديل للحكومة الامريكية بل اصبح اللقب المهيمن في بعض الاحيان على اسم البلاد ككل ويختلف شكل العمسام الحقيقي عن الشكل التقليدي الذي جاءت به مخيلات رسام الكاريكاتور فيما بعد وشخصية العمسام الكاريكاتورية هي من ابتكار واحد من اشهر رسام الكاريكاتور في الولايات المتحدة الامريكية ويدعى توماس ناست الذي لفت انظار الكثيرين الى رسومات العمسام في اواخر ستينيات وبدايات سبعينيات القرن التاسع عشر ولعل الصورة الاكثر شهرة للعمسام ظهرت خلال ايام الحرب العالمية الاولى حيث استخدم الفنان جيمس مونت جوميري فلاك رسما كاريكاتوريا شبابيا للعمسام كملصق يهدف الى تشجيع الشباب على الانضمام الى الجيش شكرا